موسيقى والآن ننتقل إلى القضايا العربية في الصحافة الألمانية مع زميلة ميسون ملحم ميسون أهلا بك بداية على ماذا ركزت الصحف الألمانية هذا الأسبوع ديما على الربيع العربي ركزت الصحف الألمانية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط فالصحيفة اليومية أفغانك فوتاء الوماين تناولت التغيرات الطارئة على منطقة الشرق الأوسط في إطار الربيع العربي وبشكل خاص إثر الأزمة السورية تناولتها في مقال بعنوان ربيع طويل معتبرة أن المنطقة على عتبة تغير تاريخيا شبه بما حدث في مطلع القرن العشرين هذا التغير الخطير حسب رأي الصحيفة لا يمكن أعزائه الانتفاضات الربيع العربي فقط وإنما للأنظمة التي دعت الاستقرار لعقود في حين أنها لم تمارس إلا الركود السياسي الانفجار سيكون أقوى كلما طالت فترة السكون في هذه البلدان لذا فإن الثورات العربية ستطول لأكثر من ربيع عبر وفي عملية التحول الطويلة هذه ستختفي ثوابت كانت معروفة في السابق المجتمعات تتغير وتصبح أكثر حرية وبعد مرور أقل من مائة عام على الحرب العالمية الأولى ينشأ اليوم نظام جديد في المنطقة أما صحيفة الأسبوعية ديت سايت نشرت مقالا بعنوان المستفيدون من الفوضى نقش المقال الدور الإيراني في الانتفاضات العربية وجاء فيها يتعين أو لا يتعين فهم التحالف الشيعي بقيادة طهران كحرب مقدسة فالأمر لا يتعلق بعقائد مشتركة بل بصراع على النفوذ نفوذ طهران تعرض للخطر في السنتين الماضيتين فالثورات العربية التي احتفت بها طهران في البداية كثورات إسلامية لم تجلب سياسيا واحدا متعاطفا مع طهران الشباب العربي الثائر يشجوب الملالي والأخوان المسلمون لا يثقون بهم والسلافيون يكرهونهم وخلص المقال إلى نتيجة مفادها من لا يقلق إذا التحالف الإيراني عليه أن يقرر فإما أن يخرج نهائيا من هذه الحرب التي لا يستطيع التعامل مع أطرافها أو عليه أن يقبل بأن طهران قوة إقليمية تقوم بتقسيم الشرق الأوسط وإعادة تشكيله ومؤتمر جنيف القادم حول سوريا قد يكون فرصة مناسبة لذلك خاصة وأن الإيرانيين يرغبون بالمشاركة وبعيدا عن الحرب والأزمات تناولت صحيفة زود دويتشت سايتونغ برنامج الرئيس الشاب الذي تبثه فضائية معا الفلسطينية وتقوم فيه لجنة تحكيم مؤلفة من شخصية سياسية وعلمية مرموقة تقوم باختيار واحدا من المئات من الشباب الفلسطيني المتنافس لحصول على مرتبة ولقب الرئيس وعن ردود فعل السياسيين الفلسطينيين حول البرنامج ذكر المقال الرئيس محمود عباس الذي انتهت ولايته عام 2009 ولكنه يواصل الحكم بكل سرور أعلن أنه يتابع البرنامج باهتمام كما أنه لا يبدو قلقا بالمرة حول إمكانية أن يقوم واحد من المشاركين الشباب باحتلال كرسي الرئاسة مكانه حتى لو قامت لجنة التحكيم المؤلفة من رجال أعمال وسياسيين بإظهار المتسابقين بأفضل حال كانت تلك أهم العناوين فيما يتعلق بالقضايا العربية في الصحافة الألمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر